المملكة المغربية تطمح للتموقع في المستقبل القريب كأفضل عشرين وجهة سياحية في العالم رؤية طموحة تم التأكيد على أهمية تنزيلها في ندوة حول القطاع السياحي نظمت بالجناح المغربية في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020 طموح مشروع بالنظر إلى موقع المملكة كجسر بين أوروبا وإفريقيا بالإضافة إلى توفرها على بنية تحت عصرية المهم بالزاف لإعادة الإنعاش ويعطي الأمال في القطاع السياحة لما تعرفوا اليوم تلاقينا مع أكبر المستثمرين في السياحة الذين كانوا في هذه الجهة ومنهم أكبر المهنيين لكلهم تلاقينا معهم اليوم لكي نشتغلوا ليد في اليد جميع لكي نعودوا إعادة الإنعاش للقطاع في المغرب ونعملوا ليد في اليد على الاستدامة وتم خلال هذا اللقاء استعراض البيئة الحالية للاستثمار السياحي في المغرب أمام المستثمرين من منطقة الخليج المهتمين بقطاع السياحة والفندقة وجعل هذا القطاع في قلب الحوار بين المشاركين والفاعلين الدوليين والخبراء في المجال عملنا خلال هذه الندوة على اقتراح عدد من الفرص التي يتيحها القطاع السياحي المغربي وجرت تركيز في هذا الإطار على الاستثمار السياحي في الجهات الجنوبية المملكة التي تزخر بإمكانات هائلة وفرص واعدة للتنمية وتعد منصة جادبة للاستثمارات من كل أنحاء العالم المملكة المغربية استطاعت في ظرف وجيز خلق وجهات للسياحة الإيكولوجية خاصة في مدن جنوب البلاد كالعيون والدخل وطنطان وقلميم لتنضف إلى الوجهات التقليدية المعروفة مثل الصويرة وأقادر ومراكشة وغيرها من المدن اشتركوا في القناة